الشيء يلي كتير من الناس ما بينتبهوله عن الاستثمار بعمل الله استثمار من ذاتنا الوقت الكنوز هو انه الله مش مديون لحدا في نوع واحد من المخاطرة مضمون بالكامل انه ما يبشل ابدا هو مخاطرة الايمان هو ما رح يكون مديون للك هو رح يباركك اكتر من يلي انت عملته رجال الاعمال بيستثمروا كل الوقت بمجال الاعمال لكن ما عندهم اي ضمان مع هيدا عدد قليل من الناس هن فعليا بتعمد وعن قصد وبقرارهم الشخصة بياخدوا مخاطرة الايمان هيدا وهي المخاطرة بالعايش بكرم لكن هيدا الاستثمار الوحيد لما بتعمل بملكوت الله في عندك ضامن وهو رح يعطيك الفوايد اكتر مما بتتوقع هيدا اخر عزة من السلسلة ونحنا عم نختم هالسلسلة عن العيش بكرم اذا نحنا بنختم الدايرة بالحلقة الخامسة لما بنشوف فرانك حرفيا عم بيتحول من العطاء الرمزي للكرم من الواجب للمتعة بالخدمة من التحرك من تتميم واجب لكرم فعليا متعمد هو بينتقل من التفكير بانه هو مالك الاشياء يلي عنده الاعتراف بانه هو فقط مؤتمن على كل الامانة يلي الله وضع بين ايديه اذا مع هالمؤدمة خلينا نشاهد الحلقة خمسة انت Our top story this morning is of course wall street as the markets have been hammered since opening bell after a breeze bounce things are continuing to head south leaving many wondering where the bottom will be Alan today is not the day to have trouble getting hold of you, please give me a call back as soon as you get this hey how you feeling? hungry that's a good thing right? I think so, I'm gonna get something in a little bit أمامك هل قالت أنني إذهب إلى المنزل من المطقة لأسفل ثم لأيي تريد أن تذهب إلى المنزل ويجب أن تغير بيئة لقد وقفت لك لدينا حيث لا يمكنك أن تجعلني لا يمكنك أن تذكرني لا أعتقد أنه شخص أمتنظر إلى الجميع أمامك حسنا حسنا أمدتك أمدتك امدتك اجتب أن أتحدث عن السيارة عندما أعطيك بل المنطقة مراتك اليوم والله من الموزنة يا 4167K يأخذ بشأن محبا نعرف ما هذا اشتركوا في القناة 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 إذا كان الرجل من أجل أمره سنقرحنا كل ما ويستطيع أن نفعله لإجلاله سنقرحه سنقرحه من أجل من أجل من أجل من أجل سنقرحه لذلك سيكون تدريباً كبيراً ويجب أن أتكون لديك الأجل كما تعتقد؟ أعتقد أنه جمحة أعطاء الأشخاص لذلك ما يهربناك هكذا كما انتحدث هذا النات الماركو مهم رأيك ما ماركو ماركو؟ عبد الأمر عني عبدًا أراجعي لقصة قبل إطارة و Jagدتك بيعوني لحظة لأكد تجد أبيضي ترجمة ناريك شبك إجديني احضر الاجتماعي شبك شيء أريد أن أتخبرك ملابسكك تنواني لديك المشاوة أجل لديك الكثير أريد أن أعرفي يا ربك شكراً للمشاهدة مجدداً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة كنت تقول لذلك أعرف كما تلك المهمة لذلك لقد قمت بأسفل لإمكانك المشاركة في حالة اليوم ربما لم أكن كذلك اليوم لدينا بعض نفسنا نفسنا عملنا كم مجدداً حسناً نعم 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 تطبيق؟ تطبيق 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 نحن أننا نحن على المشاهدة السرطة التي قدت فيها ما تفكر؟ سأنا نحن نحن نحن؟ اشتركوا في القناة لما انا سمعت الكلمة من شفاف فرانك عن المخاطرة انا رح خاطر وانا فكرت بكيف حرفيا كل واحد مننا كل يوم من خاطر مخاطرات صغيرة كبيرة وهنا كلهم بيختلفوا ونحن ما مفكر فيهم لانه نحن منعملهم تقريبا بشكل تلقائي كل مرة انت بتخرج من بيتك انت عم بتخاطر كل مرة انت بتاخد السيارة بتاخد مخاطرة خصوصا اذا انا كنت متواجد انا بقصد انه كل مرة انت بتطلع على تيارة انت عم بتخاطر كل مرة انت بتعمل استثمار بسوء هو مخاطرة واو نحن كلنا من خاطر غالبا ما مفكر فيها وباي نقطة اي واحدة من هالمخاطرات ممكن انه تفشل ومع هيدا في نوع واحد من المخاطرة مضمون بالكامل انه ما بيفشل ابدا هو مخاطرة الايمان لانه هو مضمون من الرب نفسه مع هيدا عدد قليل من الناس هن فعليا بتعمد عن قصد وبقرارهم الشخصي بياخدوا مخاطرة الايمان هيدا وهي المخاطرة بالعيش بكرم وهي المجازفة باستثمار زواتنا بعمل الله هيدا هي المجازفة بزرع البزهور بكرم لحتى تنتج مية اضعاف هيدا المجازفة لتحقيق هدف الله بحياتك وخطة الله لحياتك شايف تحليل المخاطر هو كله حول التكلفة والنتيجة ورجال الاعمال بيعرفوا شي هن بيفهموا هالأمر لكن مخاطرة الايمان واسقة من النتيجة ارجوك اسمعني درجة المخاطرة بالايمان يلي انت بتخدها هي متصلة بشكل مباشر بمستوى ثقتك بالسيد امين المسيحيين بشكل تصاعدي بدهم يكونوا امنين نحنا بشكل متزايد بدنا انه نلعب دور المسيحية يلي ما فيه مخاطرة نحنا بشكل مستمر جالسين على مقاعدنا المدخمة بالكنيسة عم ندفيهم وعم نترك البعض الالي لخاطره هلأ انا بدي اقولك انه يلي بيضلوا قاعدين على الكراسي هن بخطر اكبر من يلي هن بالخارج عم بياخدوا المخاطرة بالايمان المسيحية المرتخية يمكن تبين انه هي امنة ومضمونة لكن هي بتدمرنا من الداخل للخارج ومن بعدها نحنا بنقدر نوصل لنقطة نصير فيها ساخرين نائدين ومتشككين ويسوع بخبرنا عن هيك رجل هالرجل يلي فكر انه الايمان المسيحي هو رياض التفرج هالرجل يلي اخذ مصطلح المرتاح على المقعد لمستوى جديد من الانخفاض مش بس قلل من ائتمانه لكن هو صار ساخر نائد ومتشكك للسيد انا بتأمل انه انت سبق وفتحت معي على متة 25 انت رح تتذكر بالفيديو كان مثل الوزنات يلي فرانك كان عم يحكي عنا مع راي عطاه النظرة جديدة للحياة نظرة للمخاطرة المؤدسة نظرة للعيش بكرم العيش لناخد الله عكلمته منظور لنوسق بوعود الله عارفين انه الله ما رح يسمح ابدا للمخاطرة الايمانية بانه تفشل انا بآمن انه الرب رح يعلمنا اربع امور من هالمثل اولا الامانة يلي عنا اياها الخدمة يلي بنعملها الفحص الدقيق يلي رح نواجه واخيرا البركات المفاشئة يلي منتظرتنا كل واحد منا كل شخص او فرد صغير او كبير غني او فقير نحنا كلنا نعطينا امانة مع اسمنا مكتوب عليها كلها هي منا لأي شخص ما حدا تاني بيقدر يستعملها هي اليك الله عطاك ياها مع اسمك عليها ما في اتنين مننا عندهم نفس الامانة يمكن يكون في اتنين من نفس العيلة عندهم امانتين مختلفين نحنا كلنا مؤتمانين على شيء الخدامة الثلاثة كل واحد منهم انعطى كميات مختلفة اول اتنين يلي وثقوا بكلمة السيد يلي اخدوا كلمة السيد على محمل الشد يلي صدقوا كلمته هن انعطوا كميتان مختلفين لا يستثمرون هن رجعوا كميتان مختلفين ومع هيدا الامر يلي اتنيناتهم كان عندهم اياها بشكل مشترك هو انه ضاعفوا كل يلي نعطوا هن ضاعفوا الامانة يلي عنا اياها تانيا الخدمة يلي بنعملها هارجال اتنين مثلوا الاخلاص الحقيقي او الامانة الحقيقية اذا خدمتهم كانت مع فرح عظيم مش احساس بالواجب ما كان عمل شاء لكن كان عايش بكرم هو كان بهجة وفرح وهن رجعوا بدون ما يشعروا انه هن عليهم عبق او عمل روتيني لا يعملوا او عمل شاء او عم يعرقوا ويقولوا اه انا لازم كون وفئ انا لازم شرب كون وفئ انا لازم عيش بكرم او لما انا اعمل هالأمر رحكون كريم لا 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 انت غفلت عن الهدف الامر بصير طبيعة تانية لألك ولها السبب كل واحد منهم ضاعف الوزنات ضاعف استثماره هن اتنيناتهم رجعوا كميات متساوية اللي حصلوا عليها هن ضاعفوها المشكلة بتصير لما انت تحاول تقارن الأمانة بأمانة شخص تاني ما تقارن أمانتك بأمانة شخص تاني وحتى بهالوقت المشكلة بتصير باعت بالمقارنة مع يلي هيدا الشخص التالي تعمله انا بقصد انه هو قضى كل وقته عم بيشتكي ويتزمر ويحتاج ويغضب هو قضى وقته عم بيشتكي من عدم عدل السيد وأدى هو كان ظالم ولا هو منعط أكتر من هك أدى حياته صعبة وأدى الأمور سيئة شايف لما فرانك فهم كليا هالمثل عن الوزنات هو بفرح أعاد ترتيب أولوياته هو معاد مهتم بي اللي عم بيصير بالسوق التجاري هالأمر كان بيكون مختلف قبل ما التغيير يحصل سمعني منيح بهالأمر إذا انت عم تخدم بأي موهبة كانت عندك أي مواهب عندكها أي وكالة عندكها بفرح ورغبة لتوصل وكالتك الوزنة للحد الأقصى هاي دلالة واضحة على أنك بتحب الله من كل قلبك عقلك ونفسك إذا ردت فعلك كانت طيب بتعرف أنا ما بقدر أعمل كتير إشياء أنا ما عندي كتير أنا ما عندي مواهب كتير أنا ما بقدر حقق أي شي أنا فقط عم بحاول نيتروكراسي فوق الماي أنا عندي أخبار لألك أنت بخطر الغرق إذا أنت بتبتدي تفكر بها الطريقة أنت بخطر الغرق شايف الأمانة يلي كلنا عنا إياها الخدمة يلي منقوم فيها ثالثا الفحص الدقيق يلي رح نواجهه في أمر هون أنت على الأرجح غفلت عنه فقط أنا بدي أكون أكيد أنه أنت ما رح تغفل عنه بها المثل الرب ما عطاه هون الوقت الدقيق يلي رح يكون فيه السيد غايد هو ما أهل شوفوا أنتوا بتبتدوا تشتغلوا هون وأنا رح غيب له سنة سنتين عشر سنين عشرين سنين شو ما كان الوقت منه مسكور طول الوقت يلي هو غايد فيه منه مسكور أنت بتعرف ليه؟ لأنه ما قلو أي أهمية ما قلو أي أهمية يلي مهم نعرفه هو أنه يوم الفحص جاي عاجلاً أم آجلاً لما السيد قال لأول اثنين أحسنتم خدام جيدين وأوفية هو كان عم يمضحهم على سلوكهم بالعيش بكرم مش على أداءهم لا الأداء كان للجماعة الفرسيين لكن أنت بتعرف ليه؟ أنت بتعرف ليه هو كان عم يمضحهم على سلوكهم لأنه لو هو كان عم يمضحهم على أداءهم أنت بتعرف هو شو كان قال؟ عملت كتير أيها الخادم الصالح والأمين عملت كتير لا 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 هو ما بيقول هيك أبداً أنت بتقول مايكل أنت كيف تعرف هالشي طيب شوف الآية 23 الصالح والأمين شو الصالح والأمين؟ هذه الصفات للشخصية مش شيء أنا بعمله لحتى الناس يلاحظوني ويقولوا آه طلعوا علي آه طلعوا علي لا لا هو الموقف يلي من القلب يلي السيد كان عم يمضحهم عليه فيهون أمر دايماً بيحير بالي كل مرة مش فقط بهيدا المثل واكتر غيره أنا قريتهم بالكلمة أنا عمر على الكتاب المقبس كل سنة إله القوة والعظمة إله الأداسة والصلاح الأدير إله الكوني لكله الإدراء هو عم يمضح خدامه مع أنه نحن ضعاف مع أنه نحن ملنا كاملين ومع هيدا موقف الإخلاص هيدا بيمضحه السيد مش فقط هاك لكن أنا بآمن من كل قلبي أنه هو الوحيد يلي بيعطينا القوة لنكون أمينين بدون قوته أنا ما بقدر أعمل أي شي ومع هيدا هو بيمضحه على هالشي أنا ولا مرة لقيت بيلي قاله يسوع ما كان دان فيه أي شخص على استثمار سيء بس دانون لأنه ما عمله أي استثمار أبدا فكر بهالأمر فكر بهالأمر فكر بهالأمر أنتوا عم تقرأ يلي قاله بالأنجيل هو ولا مرة دان أي حدا لا استثمار سيء فقط لأنه ما عمل أي استثمار أبدا هو عطى الوزنات الثلاث المختلفين لهالأشخاص الثلاث المختلفين لما هو عطاهم هني قال هودة لإلك احتفظ فيهم لنفسك كون آمن وما تاخد أي مخاطرات هو ما قال احتفظ فيها مرحبا لا هو قال استثمارها نميها لكن في شيء تاني عن الخادم الثالث ما لازم تخفل عنه هالخادم الثالث ما بمثل الملحدين والأغنستيين والمنحرفين هو منه هيك أنا بوعدك هو منه هيك هو اعترف بملكية السيد هو ما أخده وصرفه على حياة غير أخلاقية هو ما استعمله حتى على الأمور الأنانية هل أنت معي؟ هو ببساطة ما وسق بكلمة السيد هو ما وسق بكلمته هو ما وسق بوعوده هو استخف بالوزن المؤتمن عليها هالرجل الثالث بيمثل كتار من يلي بيدفه المقاعد بكتير من الكنيس اليوم هن يمكن يستمتعوا بالجو الروحي هن يمكن يستمتعوا بالشركة الأخوية هن يمكن حتى أنه يستمتعوا بالحضور على الكنيسة بالمناسبات هن يمكن حتى أنه يقولوا للناس بفخر أنا عضو بالكنيسة الفلانية هالناس يلي هن مرافقين بالسفر للمسيحيين بالحقيقة هن ما سلموا حياتهم لا يسوع المسيح إذا هيدا بيمثل أي شخص بهالمكان أو عم بيشاهد من حول العالم بهاللحظة أنا بدي ناشدك أنه التوب والتوب هلأ قبل ما يكون فات القوان يلي بيميز أول اثنين عن الثالث هو أنه أول اثنين بفرح استثمروا كل شي كل شي الخمسة استثمر خمسة والاثنين استثمر اثنين هن استثمروا كل شي الوكالة يلي عنا ياها الخدمة يلي بنعملها الفحص يلي رح نواجه والبركات المفاجئة يلي منتظرتنا من جديد ومن جديد ومن جديد بالأنجيل يسوع علم أنه بالكنيسة المرئية في أبح وفي زوان بالكنيسة المرئية رح يكون في خراف وجداء بالكنيسة المرئية رح يكون دايما في مؤمنين حقيقيين وصادقين مؤمنين مخلصين ومؤمنين مزيفين آه آه لكن أنا بعرف وأنتوا بتعرفوا أنه من الخارج يمكن يكون من الصعب أوقات التفرقة بيناتهم من الخارج يمكن يكون صعب نشوف الفرق بيناتهم يمكن يكون ببين مثل بعض من الخارج يمكن يكون يظهروا أنهم يعملوا نفس الأشياء لكن يلي هن مزيفين هن من منتجين وفي هون مبدأ مقدس أنت ما لازم أبدا تنساه هو مبدأ مقدس من كلمة الله يلي هن مزيفين وبيرفضوا أنه يتوبوا رح يخسروا كل شي كل شي لكن يلي هن حقيقيين وكلاء صادقين هن رح يربحوا كل شي كتير ناس بقولوا أنه من عادل أنه ياخذ الواحد ويعطي له يلي كان معه أكتر الله كتير عادل هو كتير عادل وكلمته هي تحذير لكل واحد مننا يسوع قال ما حدا بيترك أي شي تمين أي حدا لو كان أعضاء من العيل لأجلي ولأجل الملكوت مش فقط رح يكون مبارك بها الحياة لكن للأبدية هل رح توسق بكلمة الله أنا بظن أنه كل واحد مننا أنت وحدك تعرف بالعمق إذا أنت خادم سعيد أو فقط مستهلك متدين أنت وحدك تعرف هالأمر وأنا بقدر قللك شي واحد الكلمات بهالرسالة بيقدروا يكونوا جرس إنذار ليدعي البعض للتوبة توجه للرب هلأ طالما أنه بتقدر وابتدي تختبر الأمانة والعيش بكرم أو نفس كلمات هالعزة رح يكونوا كلمة شهادة ضدك بيوم الحساب شكرا لمشاهدتكن هالبرنامج يهديهم في الطريق هي خدمة من ضمن الكندوم سات أنا أنا أقدم لكم إياها كل يوم بالإنجليزي والعربي والفرنسي على رجاء إنه الرب رح يستخدم هالخدمة لأجلكن ولأجل حاجاتكن وأنا بصلي إنه يكون الرب قاد العديد منكم لمستوى أعلى وأعمى بسلوككم معه كنتيجة لخدمة الملكوت سات ربي بارككم